السلام عليكم وهلوهلوز زيكم يا احلى امراض في الدنيا مساء الجمال والسعادة وجمع مباركة عليكم يا ربي كل ايامكم باركة وسعادة وراحت بال اللهم امين حاشتوني طبعا من فيديو مبارح النهاردة احنا مع بعض فيديو جديد زي ما تعودنا كل يوم بافكار جديدة وسيدة جديدة ناخد كده افكار وتركات لبيتنا من سيدات من دول مختلفة ونحاول نستفيد بكل الافكار الممكنة عشان نخلي بيتنا دايما في افضل صورة على قد ما نقدر تعالوا النهاردة نتابع مع بعض الفيديو استنى اللايك الحلو بتاعك وكمان كومنت جميل كده تشجعيني به واكيد لو اول مرة تشوفيني وعجبك الفيديو ما تنسيش السابسكرايب واكتبيلي الكومنت عشان ارحب وجودك معينا ان شاء الله في الفيديو الجاي في احلى عيلة في الدنيا عيلة الامراض يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو واللزيز بقى اللي هتلاقوه النهاردة في الفيديو افكار الديكورات اللي انتو بتحبوها وتقدروا كمان تعملوها بأيديكم بأبسط حاجة وتوصلوا نفسكم كده لأفكار الديكورات الكتير اللي احنا بنشوفها بأسعار غالية كتير قوي انتو تقدروا تعملوها بشوية أفكار وتريكات هنلاقيها النهاردة في الفيديو مع بعض ونتعلمها مع بعض سوا وجربوها وشوفوا نفسكم كل الأفكار اللذيذة اللي انتو تقدروا تعملوها زي فكرة الورد وفكرة الشموع دي برضو من الحاجات الحلوة قوي اللي انتو تقدروا تعملوها هتلاقوا أفكار النهاردة في الفيديو للفوزات والشموع واستندات الشموع نقدر نعملها في البيت ازاي أفكار تنصق الديكورات كمان يعني احنا شوفنا من كام يوم كده فيديو لصيدة اللي كانت اوفر شوية في كل اوفر شوية اوفر كتير في كل الديكورات والحاجات بتاعتها لكن النهاردة هي صيدة يعني متزنة أفكار ديكورات بتبقى شيك قوي في مكانها المزبوط حتى أفكار المنظمات بتاعتها قد ايه حلوة قوي ان هي تقدر تستغل المساحات كمان صح مش شرط بقى ان احنا الدريسنج روم الكبيرة لكن شوفوا أفكار الشمعات أفكار حتى ان انتو تنظموا الملابس بتاعتكم في التلاب او ان انتو لو عندكم ايه أفكار ليستندات الشونت او الميكب او كمان الندارات الحاجات دي كلها تلقاها في الفيديو برضو أفكار حلوة قوي بتعرف تجيب الكطع المزبوطة اللي تستغلها في المكان الصح وتبقى فعلا يعني منظمالها كل حاجة بطريقة قد ايه حلوة منظمات طبعا البانتري منظمات الأدوية المنظم اللي احنا شفناها اللي فات كل أفكار المنظمات دي طبعا خدي سكرين كده بسرعة لأي حاجة تعجبك واعملي سرش على جوجل وشوفي اللي سايت اللي بيباعها وتقدر تشتريها بكل سهولة أفكار الديكورات بقى زي ما بقولكم احنا نقدر نعمل عادة تدوير لحاجات موجودة عندنا في البيت البولات البلاستيك بتاعت المطبخ العادي ممكن تشارحت منك أو تكسرت ممكن تستخدميها في أفكار الديكورات دي شوفوا أفكار الفوزات بطريقة مختلفة الورد اللي ممكن يتحط وكمان معاه الشموع فكرة الستندات شايفين الستند الحلوة قوي جدا ده بتاع الشموع اللي عملته من الكريستالات سهل قوي ان احنا نشتري الكريستالات والحاجات دي أو ممكن تكون عندنا بتاعة نجفة قديمة ممكن نستغلها في فكرة زي دي فكرة الشموع الصغيرة اللي بتبقى موجودة في بولة فيها ميا وزي ممكن نضيف معها ورد سي الفكرة اللي فاتت فكرة برضو حلوة قوي أفكار منعيشة كده للربيع والصيف حتى فكرة الفوزة الكبيرة اللي جواها فوزة تانية صغيرة فبتشغل المكان اللي جوا تقدري تحطي في الفوزة اللي ما بينهم ممكن تحطي استرسات ممكن تحطي الكور الملونة زي البيت كده اللي احنا شفناها دي ممكن تحطي اللي هو المادة اللي حطاها دي ده جلو شفاف مش بيلزق ولا حاجة وعمل زي الريزن كده زي الميا بتشتريه برضو من محلات الدكورات وحاجات الهند ميت والأدوات بتاعت الدكورات والحاجات دي وتقدر ان انت تحطيه في الفوزة بيدي شكل حلو قوي او بيخلي الحاجات شكلها زي ما تكون متعلقة كده شوية فبتبقى حلوة برضو في الدكورات فكرة كمان الشامع السخن اللي هو تقدري تعمليه على اي برضو قطعة موجودة عندك اي كوباية ممكن اي جار حاجات دي كلها لو انتو مش عارفين تشتروها من المحلات المتخصصة في حاجات الدكورات ممكن تعملها بالأدوات اللي موجودة عندكم وتستغل كل الكاركيف في أفكار الدكورات دي كانت فكرة حلوة برضو للشامع اللي تقدروا تعملوه على اي حاجة كده من بره وبعين تعملوه بالسبري هتديكي شكل حلو قوي شايفين فكرة البوكس ده اللي حطت تحتيه اللي سبوتات بتاعت الإضاءة فعملت شكل حلو قوي كمان للدكور بتاعها يعني أفكار الدكورات بجد قد اي مختلفة يعني حاولت كل قطعة أوضطأها لكم على قد ما قدر عشان تشوفوا كل التفاصيل اللي فيها وهتلاقوا إن في حاجات كتير قوي ممكن تكون موجودة عندنا في البيت نقدر نحن نستفيد بيها أنا شايفين البولات الصغيرة دي خطتهم على قطع المرايات وكمان بدأت تحط فيهم الشموع المرة دي بدأت إن هي تحط قطعتين مرايات على بعض وتسبت فوقي الجار أو الكاز بتاعها فكرة اللي كوة بقى الحاجة الشفافة دي هي على قد من هي شفافة ببسيطة قوي لكن بتديكي حرية إن انت تحطي حاجات كتير قوي زي مثلا الكور بتاعة الجل بتاعة المية أو الأوربيس اللي بتحطيها في المية فبتتنفش كده فبتديكي شكل كمان حلو خصوصا بقى لما بتحطي أشكال فيها وتحطي المية فبتبان إنها متعلقة بتبقى شكلها حلو الاسبريل في المية شايفين برضو بيدي شكل رخامي حلو قوي على الدكارات بتاعتكم كل الحاجات دي بجد قد إيه سهل قوي وقد إيه بسيطة قوي لو تخيلتي نفسك بتشتريها من بره تشتريها بمبالغ كبيرة لكن أنت ممكن عادة التدوير توصلك لكل الأشكال الحلوة اللي أنت شايفها دي تعالوا نشوف تركاية بقى حلوة معاها كده لتنضيف الملابس هي بدأت تجيب الكربوناتو وحطت معاه شوية من المسحوق الجل بتاعها وكمان بدأت تحط معاها مية الأكسوجين زي ما قلنا كده الهايتروجين بيروكسيد بيكبهم الصيدلية بتركيز مخفف وبتعمل الكور دي بتسيبها إن هي تنشف وبتبدأ إن هي تستخدمها في الغسطالة مع الملابس البيضة ممكن تحطوها في الطويلت وتحطوا معاها شوية من الخل فبيعمل فوران بينظف المكان يعني تقدروا تستخدموها في أفكار كتير قوي في الحوت كمان تقدروا تستخدموها ففكرة سهلة قوي بسيطة تبقى حاجة من المنظفات اللي موجودة عندك في البيت آخر حاجة في الفيديو هنشوف معاها يعني كامك ديكور حلوة قوي كمان للأول دور إنتوا دايما كنتم بتطلبوا أفكار للبلاكونات أي معما كان عندك بقى بلاكونا صغيرة أو بلاكونا كبيرة أو عندك جاردن أو عندك تراس كبير أي مكان مفتوح أفكار الديكورات قد إيه كمان معاها حلوة فكرة أولا السجادة شايفين الإضاءة اللي عاملها حواليها دي شكلها حلوة قوية حتى لو بلاكونا ممكن تعملي في أطراف الأرضية بتاعتك إضاءات البيبي لايت أو ممكن تعملي الليد والحاجات دي برده هيبقى شكلها لطيف فكرة إن هي تغير قطع الأساس ممكن نحن مشارطة طول الوقت إن نحن نشتري أساس جديد ممكن بعض التوتشات والأفكار نحول قطعة الأساس الأزيمة عندنا لحاجة مختلفة هي حبة إن هي تعملها باللون الأسود دهنة الترابيزة والكراسي طبعا عشان الفتحات اللي فيها استخدمت اللي سبري عشان تغير اللون بتاعها والحلو بقى واللزيز لأي مكان شوية إضاءات وشوية تباتات وشوية زرع حتى لو الحاجات الصناعية بتدي شكل حلو قوي استخدمت أول بوت عندها حطت فيه الشجرة الكبيرة وكان لمسة جمال كده أكتر هي تحط معها الاسبوت الصغير يدي إضاءة لها وفكرة البوتل تاني بدأت إن هي تحط الكور بتاعات الزرع برضو طبعا كل حاجات دي حاجات صناعية بلاستيك وبدأت تحط جواها برضو الإضاءات فكان شكلها حلو فدي ممكن برضو يعني نستفيد بالأفكار دي حتى لو بلكونة صغيرة ممكن نحط النباتات طبعية بقى أو صناعية ونحط معها إضاءات بتبقى جواها حلو قوي بالليل بتدي كمان شكل حلو قوي للبلكونة بتاعتنا ده هنا بقى اللوك والشكل النهائي بطريقة مختلفة كمان عندها للتراس كل أفكار الإضاءات زي ما قلنا استخدمت كمان هنا الشموع برضو بتدي جواها حلو قوي لو بالنهار أو بالليل الشموع بتبقى حلوة لكن لو إضاءات لنباته كده بيبقى جواها حلو قوي بالليل فالشموع طبعا ما تبقى مناسبة لطول الوقت استخدامها هنا كمان برضو فكرة الفوزة بطريقة مختلفة هو الورد الصاق بتاعها طويل والبوت زي ما أنت شايفينه كده صغير فبدأت إن هي تتني الجزء بتاعه وتحط جواه شوية من الحجارة كده شكلها برضو لطيف قوي يعني كل دي أفكار بجد قد إيه سهلة وقد إيه يعني شكلها النهائي قد إيه لذيذ وقد إيه شيك تقدروا تعملوه بكل سهولة وهي ما شاء الله عليها يعني بتقدر تبدع في كل فكرة منها فيارب الأفكار كده النهاردة تكون حاجابتكم استفدتوا بكل الأفكار اللي فيها آخر حاجة ده طبعا منظم النظرات اللي وفر ليها مساحة أكتر تحط حاجات أكتر وكمان الحاجة التركية الأخيرة للشوزاة الهيلز تقدروا تحطوا قطعة زي البلاستيك دي كده بتخلي طبعا هيل ما يدخلش فيه الأماكن الديئة أو لو بتدوسوا على الأرض بتاعتك طرية شوية زي الرملة مثلا أو زي التربة بتاعت الحضائق والحاجات دي كلها تقدروا برضو قطعة زي دي تبقى حلوه قبل الناس اللي بتحب الحاجات الهيلز يعني كل أفكارها مبتكرة سواء اهتمامها بنفسها أو كمان ترتيبات وذكرات البيت قد إيه جميلة قوي فمتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة تنسوش اللايك الحلو بتاعكم والكومنت المشجع ونتقابل بكرة إن شاء الله بفيديو جديد سيدة جديدة وأفكار جديدة ناخد تركات لبيتنا عشان نخليه دايما في أفضل صورة على قد ما نقدر نتقابل على خير الفيديو الجاي إن شاء الله يأمراتي ويسليم